رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليه أسئلتكم مباركة وتفتح لنا جسر عشان تفضل مجالس العلم توصلنا بالله سبحانه وتعالى ويفضل هذا باب من أبواب الزكر اللي الناس أل الله سبحانه وتعالى لنواي ديمه على قلوبنا ونفضل دائما موصلين بربنا سبحانه وتعالى أول سؤال وصلنا بيقول أنا علي دين بأحد أفراد أسرتي في يوم أولى دفع الزكاء أم سداد الدين طبعا والسؤال كده مش هيبان والسؤال محتاج شوية تفاصيل كده هو دلوقتي واحد عنده عليه دين لو دفع الدين ده مش هيبقى عليه زكاء طيب الدين ده حل ولا مؤجل بالمناسبة الديون لما تكون حلة الفلوس اللي هي بتاعت الديون دي لو هي معايا كأنها مش بتاعتي أنا لازم أروح أبادر وأسارع ها ماذا؟ أسارع بأعطاء الدين لأن مطلو الغني ظلم فأنا لازم أروح بسرعة أسدد الدين ومسألة الدين دي حاجة مهمة جدا ليه طيب؟ عشان أموال الناس والناس ما تأكلش أموال الناس بالباطل فعشان كده أنا لو عليها دين أنا أسارع بأن أنا أسدد الدين سأسارع شوفوا المسارعة في استزدد الدين الدين ولا الحج؟ لا الدين فعشان كده لما يجي حد يروح الحج لازم يستأذن من الراجل ليه دين لو كان الدين ده مؤجل إنه هو يأذنه إنه هو يروح يدفع الأموال في الحج نوزع المراس ولا الدين الدين الأول؟ يتوزع المراس قبل إيه؟ يتوزع نسدد الدين قبل المراس يبقى إذن الشرع الشريف جعل الدين مقدم دائما ليه؟ لأن الدين ده مش مالي ده مال صاحبه مال الذي أعطاني هذا المال لو كان الدين ده والدين إيه؟ حال لو كان الدين مؤجل خلاص لما ييجي وقته يبقى أنا لازم أعطيه فهو أنا دلوقتي لو أعطيت الدين ده مش هيبلغ المال للنصاب بيحصل ياه بيحصل كتير لو أعطيه لو سدد ديني المال مش هيبلغ النصاب أعمل إيه؟ أسد الدين ما دي صورة المسألة ما ما ينفعش يبقى الخيار ما بين دفع الزكاة وتسديد الدين إلا إذا أنا أسددت الدين فما بلغش النصاب لا أسدد الدين أسدد الدين ليه؟ لأنه حق للآخرين وده مال صاحبه لما ييجي المال يبقى يحل خلاص المال ده بتاع صاحب الدين ده وينفعش إن أنا أتأخر أنا لازم أسدد الدين ده يبقى أنا لو علي دين ده أحد أفراد أسرتك وفكرة إنه الدين ده لأحد أفراد أسرتك إيه وها تعمل كده؟ إحنا عندنا يا سادة الزمن مالية مستقلة حتى بين الرجل وزوجتي حتى ما بين الأب وابن ده زمن مالية مستقلة يعني أنا لو لزوجتي علي دين هيبقى نفس الحكاية لو لأخي لي علي دين هيبقى نفس الحكاية لو عمي لو خالي لو أي حد أسدد له دينه ليه؟ لكن لو حد عمل كده آه ولا تنسوا الفضل بينكم هيبقى ده فضل يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إحنا ببساطة خالص المسألة واضحة يبقى أدفع الزكاة عشان المال ده تأيبلغ النصاب ولا أسدد الدين والمال ما يبلغه في النصاب ومخرجش الزكاة لا أسدد الدين يبقى أنا أعمل إيه؟ أسدد الدين لأن الشرع حث على تسديد الدين وجعل وجعل الامتناع عن تسديد الدين وأنا معي مال لهذا الدين نوع من أنواع الظلم وأكل أموال الناس بالباطل عشان كده يبقى أسدد الدين أولى ساعتها مش أولى ده يبقى واجب واجب علي أن أنا أسدد الدين مدام الفلوس ديت معايا فأنا الواجب علي أن أنا أسدد الدين السؤال التاني يقول أنا يا شيخ أحبك في الله وأنا كمان أحبك في الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل ده في ميزان حسناتك ويجعلنا إن شاء الله ممن جمعهم الله سبحانه وتعالى على منابر النور يوم القيام أتمنى أن تدعو لي دعوة بظاهر الغيب بصلاح الحال أنا أدعي لك دلوقتي ويأمن معايا السيدة المشاهدون وبعد كده إلا حاصل أدعي لك كمان بظاهر الغيب إن ربنا سبحانه وتعالى يريح إن الله سبحانه وتعالى يهدي بالك وإن الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك وإن الله سبحانه وتعالى يزيل هماك وإن ربنا سبحانه وتعالى يوسع رزقك وينزل عليك من ألطافه وكرمه ومدده ما يجعل قلبك مشرقا بالسعادة ويجعل حياتك في هناء ويجعل حياتك في سعادة ويجعلك من أهل النور وينزل عليك من أسباب السرور ما يفتح عليك أن تدخل حضرته وحضرة الغفور سبحانه وتعالى ويوسع عليك ويجعلنا معك في هذا إن شاء الله ويبارك عليك في كل وقت وحين ويصلح حالك حتى ترى ما أجراه الله سبحانه وتعالى لك من أنوار في أعمالك يا رب العالمين السؤال بعد كده بيقول ما حكم الشرع في نشر الإشاع إذا تأكد أنه هو من أطلقها آه دي وقعا دي دوة شخص بيمشي بين الناس بالنميمة أو بيمشي بين الناس بالكذب الإشاعة كذب مع نميمة مع أشياء كثيرة جدا 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 وعشان كده هي إزاي تبقى كذب وفي نفس الوقت نميمة إنه هو في الحقيقة هو بيتكلم في الناس فمن جهة إنه هو بيتكلم في الناس وحتى لو ما كانش فيهم يبقى دوة ولا عزو بالله غيبة ونميمة ومن جهة إنه هو بيكذب هو أطلق إشاعة لم يتثبت منها ده هو كمان بيقول إيه إنه هو اللي صنع هذه الإشاعة فبيقولك إيه حكم الشخص ده حكم وجوب التوبة وهو قد ارتكب كبيرة الكذب كبيرة الكذب كبيرة الكذب كبيرة ولذلك إيه حاصل كيبنا من النواة كبيرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له أيا كذب المسلم قال لا تخيل كده الكذب قدام إيه قدام السرق قدام الزنا الكذب لا فدل على إن ده كبيرة 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 ولذلك إيه حاصل إيه حكمه إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي على خطيئتي ويندم ويعزم على أن لا يعود إلى مثل هذه المعصية أبدا لأن هذا الكذب ولهذه بالله يه إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار أعوذ بالله فأنت لازم لازم تبتعد عن الكذب إذا هو عرف إن الإشاعد إن هو اللي عمله ده كان كذب وهو اللي أشع ده لابد أن يقلع عن ده إيه اللي حاصل في كثير من الأحيين الواحد يعمل حاجة كده وهو يقول والله أنا ظن إن هي كده فيطلق الكلام ويطلقه على إنه يقين أنا والله شفت فلان وهو والعزب الله وهو بيسرق فلان طيب أنت شفته والله أنا حاسس إن هو ممكن يكون هو اللي سرق أنت شفت لا آه دي كذب دي لأن أنت خليت نفسك تشوف ما لا ترى إذا جعلت نفسك ترى ما لم ترى فأنت من الكاذبين ولذلك الأساس في مسألة الكاذب كمان مش بس في حديث رسول الله سبحان في الحياة كلها من حدث بحديث أو دوات خاص بروايتي عن رسول الله سبحان من حدث بحديث يرى وفي رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين فلزي كل حاصل فليقل خيرا أو ليصمت إذا كنت أنت مش متأقن من هذا الخبر فلا تنقله فإذا نقلته كنت مشاركا في الكذب أو كنت صانعا للكذب زي حالتنا دي دلوقتي طب صدقنا ده يعمل إيه بقى الشخص ده اللي هو نقل الخبر وهو اللي كان صانع الخبر ده وبعدين تأكد الخبر يبع عليه ثلاث واجبات الواجب الأول أنه يتوب إلى الله سبحانه تعالى الواجب الثاني يبين للناس يقول للناس الخبر ده كاذب وأنا بعتذر ويعتذر ثم بعد ذلك إيه اللي حاصل يضع حاجزا بينه وبينه ممارسة هذا النوع من الكاذب لأن في بعض الناس اللي حاصل يعمل حاجة ويستمر يستمر إزاي يستمر يتتبع الأخبار عشان يرجع سمعته اللي راحت لما اعترف إنه ده كان كذب لا ما تمشيش في السكة دي تاني لأنه لو مستش في السكة دي تاني هذا يطعن في حسن توبتك ومن حسن إسلام المرء حسن التوبة حسن التوبة بالشروط اللي إحنا ذكرناها دي إيه اللي حاصل؟ طب والشائعات في حق للمجتمع وفي حق للناس لازم ترده لازم تكذب الشائعة إيه ده؟ يعني مش أتوبه بس؟ لا 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 في الشائعات لابد أن تبين جزء من توبتك إن أنت تبين أن هادي إن هادي كذب وإن أنت بتعتذر إن أنت نشرت شيء وإنت ما تثبتش منه لإن ياما بيوت خربت وياما مجتمعات اترعبت وياما ناسة أزت من شائعة عملت ولذلك إنت أصلا لابد أن تتخلص من حق الناس عليك لأن جزء من التوبة رد المظالم فدد وقت ظلمت الناس اللي إنت رعبتهم وخوفتهم وروقت لهم إشاعة كاذبة فإنت لازم تكون مبين لهم إن هم ما خافوا منه وده كان وهما لو أصريت على ده وأصريت إن أنت ما تبينش ده أنت لم تحسن التوبة عايز تحسن التوبة يبقى أول حاجة تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر الله سبحانه وتعالى ثم تبين هذا الخطأ ثم تجعل حجابا وحاجزا بينك وبينها أن تقع في هذا مرة ثانية السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايك عامل إيه يا شيخن الحمد لله نعم وفضل الحمد لله كلمنا عن صبر الزوج على الزوجة وصبر الزوجة على الزوج وكذاك الله خيرا ده محتاج إن احنا نعمل لها حلقة من حلقات إما من حلقات أصحاب السعادة أو من حلقات كمان إن احنا نجعلها من حلقات توافق وسعادة بس خلينا نقول كده مسألة صبر الزوجة على الزوجة وصبر الزوجة على الزوج هذه ليست منا هذه حقوق من حق الزوجة على الزوج إن هي إن إن الزوج يصبر عليها ولذلك بالأمر كده حضرت النبي قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر يعني ما بين سخط وكره لخلق وما بين الرضاب خلق أخر بيعبر بالسلام بيعبر بالصبر يبقى يعبر من ده إلى ده بالصبر فلازم يصبر فالصبر واجب الصبر صبر أو حديث رسول الله عليه وسلم بما أنهم في نهي عن الهجران بسبب صفة يبقى هنا أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا الصبر فالصبر ليس طرفا الصبر على الأزواج صبر الأزواج على الزوجات ليس طرفا ليس خيارا لكن امتى بقى بيحصل الفراق لما الواحد يقول مش قادر لا أستطيع لكن إذا كنت تستطيع فليس من حقك ألا تصبر بل يجب عليك أن أنت تصبر يبقى صبر الزوجة على الزوج واجب وصبر الزوجة على الزوجة واجب إلا إذا كان لا أستطيع ونزاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جات له المرأة وهي بتتكلم بتطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بالفراق هي قالت له كده ولكني أكره الكفر بعد الإيمان يعني مش قادر لكن طالما أنت قادر فلالصبر ويبقى إيه وده المين اللي حدده بل الإنسان وعلى نفسه بصير طول ما انت قد تصبر كمل لكن عادي جي نفسك لما مرة بالسوق تجي تقولك إيه ببساطة خالص تقولك أنا لا أستطيع أنا كرمت تهانت وأنا خلاص وبعد ما نمشي نعد أنامل أنامل الندم على إن إحنا ما صبرناش يبقى كده عشان كده الله سبحانه وتعالى من لطفه بنا أوجب علينا الصبر على الأزواج يصبر الزوج وتصبر الزوج ولذلك ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم ولذلك وعاشرهن بالمعروف ولذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى إذن كل ده بيقول إن إحنا لازم نصبر على بعض إحنا في وقتنا ده عندنا أفات كتيرة منها مثلا جواز التجربة جواز التجربة ده يكاد يكون حرام إزاي؟ إحنا نجوز بعض فنجرب بعض وإذا ما نفعش يعني إيه مزاجنا ما تبسطش إحنا ما تبسطناش أهلا لا لا ده ولا عزو بالله ده نوع من أنواع عدم تعظيم شعائل الله نوع من أنواع التعدي على حرمات الله سبحانه وتعالى الجواز مش تجربة لو ما تبسطش تطلق الجواز ميثاق غليظ الجواز ده لازم يكون جزء من أجزاء الصبر عشان نقدر نذوق حلاوة واجعل بينكم مودة ورحمة يا رب يعاننا دائما من أهل الصبر حتى نرى نعمتك وحتى نكون من أهل مددك وحتى نكون من أهل توفيقك وسدادك يا رب العالمين اجعلنا يا ربنا في رضاك واجعلنا في حماك واجعلنا ممن ينشغلون بما يعنيهم ويتركون ما لا يعنيهم حتى نكون في عين رضاك وحتى نكون في عين رحمتك وحتى نكون في عين جمالك يا جميل جمل أخلاقنا بالرشد وبالاتزان واجعلنا من أهل الإحسان بأن نهتم بما يعنينا وأن نترك ما لا يعنينا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ارحمنا بالجمال والإحسان يا أجمل من سئل ويا عوننا ويا كرمنا أكرمنا بوصلك على الدوام يا رب العالمين يا رب العالمين